السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعتنا اليوم الاثنين عشرين أذار عنا انتقال الشمس اليوم عشرين أذار في حلقة نزلت وصارت موجودة على القناة القمر موجود في برج الحوت وزي ما قرأت بالصورة الأساسية للفيديو أسئلة متى رمضان فلكيا اللي نعتمده على الحساب الفلكي وهل رح يكون الكل رح يصمع بعض كل المذاهب رح تصمع بعض ولا لا فخلينا نشوف رح نحكي في هذا الموضوع طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج الحوت بما أنه موجود في برج الحوت معناته يعني الأجواء إيجابية إن شاء الله بتكون على الجميع بالنسبة للقمر موجود في منزلة المقدم الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأحد وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وسبع دقائق من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق طبعا هاي طيلة النهار رح تكون موجودة في ساعة المساء مساء يوم الأثنين اللي هو ساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش رح ينتقل القمر لمنزلة الرشا وهي آخر منزلة بالخارطة الفلكية وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر موجود في برج الحوت وبما إنه في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما بننجح في التركيز على موضوع معين بنتذمر بنكشف عن متاعبنا للغير بنجد صعبة في اتخاذ قرار أو يعني قرار حاسم قسم كبير أيضا من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا بيضرفوا الدمع بعيدا عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بوسعنا تأمل صلاة نجاح في عمل فني كالشعر رسم عيادة المرضى أو زيارتهم أو شراء الزهور أو اقتناء آل التصوير أو إشئل عناقة بالتكنولوجيا من نسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا ثلاث زوايا انتهت تأثيراتها اليوم وبقي عنا مجموعة من الزوايا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية اللي بين عطارد وبين بلوتو وهي آخر يوم لإلها اليوم طبعا هاي حكينا أنها بتزيد من حدة دهنة وحدثنا الحس النقضي عنا برضو بتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي طبعا برضو تاثيراتها اليوم آخر يوم لإلها وهي بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بيتعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرى وبين زحل وهي برضو تاثيراتها اليوم آخر يوم لإلها وهي زاوية إيجابية مناسبة لإستقرار العلاقات العاطفية الناجحة وبرضو بيضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من الزوايا الخطيرة الي ذكرناها من يوم عشر ثلاث وإحنا كل يوم نذكرها ومستمر تأثير على غاية يوم ثلاث وعشرين ثلاث الي هي زاوية التربيع السلبية الي بين الشمس وبين المريخ هاي هي سبب أساسي بالتوتر والعدوانية اللي موجودة بالجو ما زلنا بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها هاي الزاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن نواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء كان رئيسك شريكك عدوك زوجك زوجتك ممكن نشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب في هاي الفترة بعض الأشخاص بيحتاجوا لإظهار شجاعتهم وإسرارهم ومثابرتهم عشان يتمموا أعمالهم أو ينجزوا المهام المطلوبة منهم من المهم إننا نستخدم طاقتنا بشكل إيجابي وبنع بالفترة هاي بعض الأشخاص مطلوب منهم إنهم يتجنبوا العنف والمخاطرة أو التسرع برضو في هاي الفترة ما بنصح أي شخص إنه يتسرع لازم الكل يحافظ على هدوه وصبره وتستمع لآراء الآخرين بانفتاح واحترام طبعا دوليا حكينا هاي زاوية سبب بارتفاع وطيرة المواجهات والتفجيرات والتحديات في البؤر الساخنة احتجاجات عنيفة في بعض الدول وبرضه بتدل على إنه حكومة ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبالدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان واضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة برضو الطبيعة حكينا إلها تأثيرات قوية بالفترة هاي يعني أمور إلها علاقة بالزلازل حرائق انفجارات طقس متقلب لأبعد الحدود بين أمطار عنيفة أو برد خارس أو حار جدا أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فطبعا عنا زاويتين وعنا انتقال الشمس أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل وهي زاوية تسديس قوية جدا رح تكون بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وعلاقاتنا مع الأشخاص أو المعارف اللي ممكن أن نطلب منهم أمور ويساعدون فيها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منه ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما دوليا فهذا اليوم يوم نشاط في الحركة وخصوصا في الاتصالات والمواصلات وبركز تأثيره على الخطوط الجوية وأيضا الأمور اللي علاقة بالأمور المالية أو البنكية رح نلاحظ أنه اليوم في فرقات كبيرة رح تصير زيادة بمردود الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 24-3 هي بدأت من يوم 17-3 لغاية 24-3 ذروتها اليوم الساعة 18-11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبما أنها إيجابية معناته هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتدل على قيام حكومة ما أو يعني ممكن هيك تعرضها لتحولات أو تغييرات إيجابية رح تكون بشكل قوي ورح يصير فيه زيادة بالاستثمارات لتطوير البنية التحتية لبلد ما والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية اللي ذكرناها اللي هي الحدث اللي هو انتقال الشمس اللي رح تنتقل الشمس من برج الحوت لبرج الحمل طبعا في حلقة صارت موجودة على القناة بنصح الجميع يسمعها لأنها هاي تقريبا بنقدر نحكي مختصر توقعات شهر كامل إذا بتفهمها مضبوط بتفهم هذا الشهر متجه بأي اتجاه وإيش اللي لازم تستفيد منه يعني طبعا بالنسبة للشمس رح تنتقل الساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء اللي هو مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينج يعني بالنسبة لنا إحنا بالأردن يعني بعد منتصف الليل اللي هو أول ساعة واحد وعشرين ولكن هي احنا مذكرها بالتوقيت العالمي عشان الكل يعرفها بطريقة صحيحة رح تضل الشمس موجودة في برج الحمل لغاية صباح يوم عشرين أربعة لغاية الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة صباحا وفي نفس اليوم زي ما ذكرنا في الحلقة الطويلة اللي فيها التفصيلات اللي هي الأخبار الفلكية إنه في نفس يوم عشرين أربعة في عمنا كسوف للشمس برضو رح يكون في برج الحمل لما إنه الشمس رح تنتقل لموليد برج الحمل معناته عشان ما يزعلوش موليد برج الحمل نسينا سعيد دايما بأول التوقعات بيحكي تهنية فكل عام وأنتم بكل خير وسعادة إن شاء الله تعالى بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم اللي أكثر حساسية عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون الأندروفين وهو الهرمون المساعد أو المسكن على الألم هذا رح يكون طبعا فيه اضطراب فعشان هيك ممكن نشعر بالألم أكثر من المعتاد وهرمون الميتالونين اللي هو الأرمون المساعد على النوم برضو بصير فيه بعض الاضطراب فعشان هيك بصير عندنا أرق أو قلق أو كوابيس طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل وهذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والأمور اللي علاقة بالجراحة برضو برضو ما زالت الأجواء جيدة لزالة الشعر الزائد وخصوصا بأمور الليزر أو أمور أخرى يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء واحد وعشرين ثلاث بيبدأ في تمام ساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة أربعة بعد العصر لا يستقر القمر بعديها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام ساعة ثلاثة وأربعة دقائق صباحا بصير عمره ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة في المية طيب بالما ندخل على السؤالين عشان نجاوب عليهم بديش أذكركم في موضوع الشغلات اللي بتنعمل تحت اللايك والديسلايك والكومنت والشير وعنفولو والمشعار في ايش كل هالأشياء هاي اللي بديش أذكركم فيها يعني ماشي خليكم ناسين اللي بتكهربوا اللي بتكهربوا يكتبوا اللي تحت بالتعليق هاك ماشي انه احنا منتكهرب طيب السؤال الأول بخصوص بداية شهر رمضان فلكيا طبعا كثير في كل سنة احنا مندخل في هاي الدوار وانا دائما بهرب عن هذا الموضوع صحيح اني انا بحدده لانه انا كل يوم بذكر قديش عمر القمر وقديش بدي يصير عمر القمر وقديش حجم القمر راح يكون لانه يوميا احنا منراقب هاي الأمور فمنسجلها طيب بالنسبة لشهر رمضان فلكيا هو أساسا بين ولد الهلال اللي هو زاوية الاقتراد اللي راح تصير ما بين الشمس وما بين القمر راح تصير الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة بعد عصر يوم الثلاثاء يعني العصر يوم الثلاثاء بتوقيت الأردن يعني الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة بصير هذا الاقتران يعني بعد غروب الشمس لا يمكن رؤية الهلال يوم الثلاثة وعشرين ولكن يوم الأربعاء يعتبر هو واحد الشهر فلكيا يعني واحد الشهر لقمر فلكيا يوم الأربع لأنه ببلش يتشكل ميلاد الهلال وأيضا ندخل احنا في يوم واحد عشان هيك يوم الأربعاء فلكيا هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا احنا منحكيك ولكن للأسف الاعتماد في أغلب الدول في أغلب الدول على رؤيته يعني لازم يطلعوا على الجبل ويطلعوا عنا على جبل القنعة ويوعدوا ويعل وشاي وقهوي ومش عارف إيش ونظور ويطلعوا هم عارفين أساساً هم ما رح يشوفوه فبطلعوا حتى لو شافوا وأنا بصير في عنا ما علشنا نحكيها له القرار السياسي فهنا ما يعني بيقرروا اللي هي على حسب العلاقات السياسية لغل إحنا منسميه تقارب السياسي ما شي سياسي مش إيش ثاني عشان بناش ندخل في صدام مع إخواننا فبيعتمدوا دائما بقراراتهم هاي على الدول الحليفة ومعروفين من الدولة الحليفة اللي هي اللي بتحدد مين إمتى رمضان وإمتى العيد وإمتى الحج وإمتى الأمور هاي كلها فهم بظلوا يستنوا فيها قال هم عاملين الجو ولكن بيستنوا فيها لحديث ما تطلع هي تقول بكرة رمضان معناته كلهم بطلع بقولوا آه إحنا شوفنا ألف وبروك ألا يتقبل منك بكرة رمضان فبصوموا وبصومونا طبعا على حسب هاي الدولة وطبيعة الحال هو يوم الثلاثة ما رح ينشاف فعشان هيك هاي شطبوا يوم الأربعة فلكيا آه رح يطلعوا يقولوا يوم الخميس شوفنا لأنه أساسا عند المغرب رح يكون واضح تماما يوم الأربعة عند المغرب بيكون واضح تماما الهلال عشان هيك إجباري آه رح يكون الخميس طبعا إلا إذا سياسيا ما عجبهم مش يعني بدهم يأجلوا كمان يومين الثلاثة عادي يعني ويطلعوا تبعين اللي حابوا بقولك وأطيعوا للأمر منكم طيب هذا بالنسبة لقسم اللي هدولة الجماعة الحلفاء اللي رح يصوموا يوم الخميس عسا عسى قسم ثاني اللي هي الدول اللي مش حلفها اللي رح يأجلوا ليوم الجمعة طبعا رح يصوموا يوم الجمعة فطبعا عادي لو في بعض أشخاص كان عادي بصومنا سبت أو مش مشكلة عندهم يعني يطير ثلاثة أيام ويدخلون بشهر ثاني عادي ما علينا اللي نقول يا رب يهدي الجميع ونخلص من هالتفرقة ونخلص من وجعها الراس من هالقرف هذا اللي هم عايشين فيه ومعايشيننا فيه ونجتمع على يوم واحد لله عز وجل ازهجنا من المشاكل والتفرقة والنكش والنبش هاي المكايد اللي مائلها طعمه وهاي الفرقة بين المسلمين اشي بخزي بس كل عام انتم بخير وان شاء الله ربنا بتقبل منها ومنكم الصيام والقيام وطز فيهم اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس زي ما حكينا هي في الحوت بدأت انتقل للحمل وراح تظل في الحمل لغاية يوم عشرين اربعة هي الان منتحسة بنسبة خمستعاش في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة في المية ولكن ما بتطول ساعتين ثلاثة وبترجع منتحسة وبتكمل معنا لغاية ساعات المساء منتحسة بنسبة خمستعاش في المية القمر في الحوت حتى يوم واحد وعشرين ثلاثة هو سعيد الان بنسبة خمستعاش في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية بظل لغاية ساعات المساء بعدين بصير سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية ما زال منتحس لانه ما زال بعض التأثيرات الزوايا لسا موجودة يعني يومين ان شاء الله بتبلش هاي الأمور تنتعي الزهرة في الثورة حتى يوم احداش أربعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمس وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمستعاش في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستاش خمسة سعيد بنسبة خمستعاش في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة خمستعاش في المية أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحود حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتشعروا بالتعب بنال منكم أو بتفقد وراغبتكم في إنجاز مشاغلكم طبعاً اليوم أمس كانت الضغطات قليلة لأنه كان القمر سعيد وطاقة إيجابية وزوايا ممتازة اليوم صحيح في زوايا ولكن الزوايا الزاوية هاي رح تكون متأثرة فرح يضل في ضغط أكثر لغاية ساعات الظهر تقريباً بعدها بتبلش تخفى الضغطات بشكل جيد ضغاية ساعات المساء فعشان هيك رح يكون في بعض التعب ضعوا سلة من أولويات للعمل الضروري يحاولون أن تخلدوا للراحة هذا يعني فترة ضغطة لأنه بيت المتاعب بدك تصبر لا يوم الغد لحديث ما القمر يوصل عندك بعطيك طاقة إيجابية وحضوض ممتازة جداً أهمش أنك ما تراهن على الحضوض وما تبدأ بحسم أي أمر قطعي بتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أن يكون في نوع من أنواع الفوضى أو التأخير والخسارة وحاول أنك تضبط عصابك لأنه ما في داعي للعصبية في هاي الأيام بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً القمر موجود لأنه رح يكون في بيت الأصدقاء والنشاط الاجتماعي فعشان هيك اليوم نشاطكم بين الأصدقاء عالي جداً ورح تجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أو طلب مساعدة أهم شيء ما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء مع الأصدقاء مع الجيران أهم شيء ما تبقوا وحيدين كل المكاسب اليوم رح تكون من خلال علاقاتكم الاجتماعية إذا تحركتوا ممكن أن تستثمر صداقة أو معرفة لطلب مساعدة أو لا استشارة معينة أو حتى لا فرح وفيه من كل يوم رح يتوجه له دعوه إلى حضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء بعض الأشخاص وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً هنا القمر في بيت الصمعة بيت العمل والعلاقة مع المسؤولين فعشان هيك اليوم بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين توطيذ العلاقة مصالحات متبريرات تكريم ترفيع بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر على أنتكم المسؤوليات اليوم ممكن تشعروا ببعض الأوقات بعض الاضطراب أو تتراكم بعض الأمور عليكم بتعيشوا فترة فيها نوع من أنواع الامتحان أو الضغط في حياتكم اليومية أهم شيء أنه ما تكون مهمل وفي نفس اللحظة ما في داعي للمجازفات أو المغامرات ولا للعصبية أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر في البيت التاسع يعني بيت الحظوظ الكامل زي ما بنحكيها بيت داعم لإلكم بشكل قوي بساعدكم على أمور العلاقة بالسفر الاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب بتنجحوا بكل هاي الأمور حتى بالامتحانات الجامعية أو المناقشات الجامعية اللي بنقشرها رسالة أو دراسة معينة اليوم بيكون مميز على مستوى الأوراق والمعاملات القانونية برضو ممتاز جدا أهم شيء أنه اليوم ما تستخفوا بالواجبات الأطواء بتكون مسلطة عليكم بتكونوا جاهزين لتحمل المسئولية وتعتبر هاي فترة مهمة جدا حتى على المستوى العاطفي وعلاقاتكم بأحباكم برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا هنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة التركيز على الأموال المشتركة اليوم رح يفتح لكم مجال إلى مكاسب مصدرها شراكة أو تعويض أو بنك ضريبة تأمين ميراث أي أمر إلو علاقة بالأموال المشتركة المال اللي معك شريك فيه هو اللي بيكون اليوم عليه العين ولكن صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية وبرضو ممكن يصير شيء إلو علاقة بالمنزل يا تصميم ترتيب يا صياني أعطال أشياء من هذا القبيل أو مناسبة حتى أهم يشينكوا تحذروا من إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت اليوم بحاجة لأي استشارة ذوي الخبرة ممكن تعلجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية الأهم إنكوا ما تتذمروا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شركاكم بالعمل أو العاطفة أو الاتفاق على شيء معين أو تنظيم شيء معين ما بين الأزواج مع بعض أو الأحبة الصادقين مع بعض فهذه الشغلة بتدعمهم بشكل قوي برضو خلال هذا اليوم بتكون تحذروا لأنه القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة فعشان هيك تعتبر هاي فترة صعبة ممكن اتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحذروا من المشاكل على أنواعها وتعتبر هاي الفترة يعني فترة صعبة مش سهلة لأنه طاقتك ضعيفة وسهل جدا استفزازك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لأنه القمر في بيت العمل والصحة فعشان هيك بدكوا تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إعمال صحتكم أهم شيء ما تتغيبوا عن عملكم ما تدخلوا بنقاشات حادة ما بينكم وبين زملاكم بالعمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يمارسوا نشاط بدني ممكن تشتكي من الأرهاق بسبب كثرة الضغوط أو الالتزامات أو الواجبات عليك أهمش أنك ما تأجل أعمالك ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي استشير طبيبك فورا وحاول أنك تطلب المساعدة من الزملاء في العمل إذا دعت الحاجة تعتبر فترة مهمة جدا يعني ممكن بعضك يحصل على عمل جديد أو عروض لعمل جديد أهم شيء أن تهتموا بسلامتكم الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتجتازه بصورة عام يوم إيجابي بيبعث على البهجي والإنشراح لأن القمر في البيت الخامس بيت الحب والعاطفة والحضوض والإلهام والهوايات والتجميل والأبناء يعني كثير من الأمور راح تكون مميز اليوم فاليوم بوسعكم ممارسة نشاط فني فعشان هيك بدعوكم برضو للإبكار إلى نشاطاتكم وعدم التلكو منكم راح يمارس هواية معينة يغير الجو يغير لباسه يغير مظهر العام قصة شعر أو تجميل أهم شيء تحضروا بشكل جيد لأعمالكم وما ترتجلوا الأعمال ممكن اليوم هيك تطلق مشروع جديد أو قرار جديد أو تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة أو يكون في لقاءات عاطفية مميزة فابتسم لأن الحظ أكيد راح يكون لجانبك خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا تركيز برضو رحيضا على أمور البيت والعائلة والعقارات فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو تعزيز الروابط العائلية أو الاهتمام بمسائل لها علاقة بالعقارات بيع عقار عقار مش ماشي أساسا اليوم ممكن أنك أنت تقدر تعلن عنه ويصير فيه نتائج إيجابية وبرضو على مستوى البيت ممكن يكون فيه مناسبة أو لقاء أو حدث معين يلفت انتباهك إن كان إيجابي أو سلبي أهم مش إنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد ورضو يعني فيه فيه أمور بتشجعك إنك تكرر المحاولات إذا ما مشت معك من أول مرة بترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير خصوصا كل ما اقتربنا من ساعات والظهر تقريبا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة اليوم قوي جدا بالنسبة للكم في تحالفات سرعة البديهة بتنقذك في كثير من الأمور بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران أو يكون فيه تعامل ما بينك وبين أحد الإخوة تعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات النقاشات الحوارات المشاركة في المؤتمرات الندوات وبتنجحوا في طرح مواضيع حساسة وممكن تقدموا على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب برضو هاي الفترة جيدة ده أمور إلى علاقة بالتجارة المحلية والأمور اللي إلها علاقة بالصحافة والإعلام وبعضكم رح يغتم بمواضيع العلاقة بالسيارة أو بالتكنولوجيا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم القمر موجود في البيت الثاني اللي العناقة بالأموال فاليوم بيفتح لكم مجال ممتاز جدا لتحصيل بعض المبالغ المالية اللي بتدخل تحسين على ميزانيتكم وفي منكم أشخاص رح يحصل على مكاسب بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم معين ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة تقدروا اليوم تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي أو ترتيب وضع مالي أو إنهاء أزمة مالية هبتستعيدوا ثقتكم بنفسكم ولكن بتكونوا حذرين من المبالغة بمصاريفكم ومعطاءاتكم لأنه ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة بغض النظر وين راح تروح بس أهم شيء يدير بالك على فلوسك برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر موجود عندكم فاليوم فترة إيجابية جدا بتعيد لكم نشاطكم المفقود طاقتكم ممتازة جدا بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع يعني حتى طاقتكم راح تكون غير وجاذبيتكم راح تكون غير بتعززوا معنوياتكم من الجديد بتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم تعتبر أي الفترة بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة وخبر سار وفي يعني راح يكون عندك استعداد لورش جديدة أو لخطة جديدة بدك تبادر فيها يعني بداية موفقة راح يكون فيه كثير بأن الخير قادم على الطريق طيب ما حطيتوا لا لايك ومعظكم مش كلكم يعني في ناس أنا شايفهم هايهم حطوا لايك أنا معرف يعني صحيح ببينش عندي بس هيك قلبي بقول لي فيه أشخاص معينين أنا بعرفهم حطوا لايك بس فيه أشخاص يعني هدولا بيجوا هيك بدخلوا بيشوفوا بيطلعوا ما لهم مش علاقة في الموضوع عاديا ما بيهمهم هذا الموضوع بس ياريت يعني بديش أقول لكم حطوا يعني إذا حط لايك يجيبوا وإذا مش حط ديس لايك حط ديس لايك وإذا ما سبيتش علي سب علي وإذا ما عجبتك الحلقة احكي لي أهم شي الصوت على هذا التسجيل هو نمط جديد لأنه فيه كثير من الأشخاص كانوا بالفترة الماضية بيعنقوا على الصوت حاد ضخم مش عارف إيش فمش احترنا يا هديكة من وين مبوسف ماشي يا جرعة احنا بنقول احترنا يا جرعة من وين مبوسف فعشان هيكة والله احترت أنا شو ديعمل فهذا أفضل شيء أنا والشاب اليوم متعبنا وإحنا المنتج فيه ياريت اللي عنده ملاحظة هذا النمط منيح النمط اللي قبل أحسن هذا عالي جدا هذا كأهدى شوي يعني تفضلوا أعطوني أراء كتاحت مش تخلوني أورط في الشغل وأثبتها وبعدين تجوا آه ليش هاي هيك ليش سويت هاي هيك أنا تخيلكم أنا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم إرعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر